اهلا بكم في هذه التقطيع استفساز جديد لمشاعر المسلمين الملحد العراقي سلوان موميكا يحرق نسخة من القرآن الكريم والعالم العراقي للمرة الثانية أمام الصفارة العراقية في استقال الحقيقة دي مش أول مرة يقوم بها الملحد العراقي سلوان موميكا بحرق المصحف الشريف سلوان موميكا قام بحرق نسخة من المصحف يوم 28 يونيو الماضي وده حصل أمام أكبر مسجد في ستوك هولم أول أيام عيد الأضحى المبارك وأكيد كلنا عارفين أن أول نسخة من المصحف تم حرقها في يناير الماضي وده حصل على يد المتشدد السويدي الدنماركي اليميني راسموس بالودان راسموس بالودان قام بحرق المصحف للتنديد بطلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو الحقيقة أن تلك الوقائع أثارت ردود فعل عنيفة تندد بتلك الأعمال الإجرامية في العالم الإسلامي لكن وسط التدديد ده تحدث الوقاع الثالثة خلال سنة واحدة وهو حرق المصحف الشريف سلوان موميكا يقوم بحرق نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية وسط العصف العاصمة ستوك هولم طب هو فين الحكومة السويدية وإزاي تسمح بإزاء مشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم بهذا الشكل وزير العدل السويدي جونار سرومر قال إن الحكومة بتدرس تغيير بعض القوانين الخاصة بالمظاهرات القوانين دي بتمنع الأشخاص من إحراق المصحف في الأماكن العامة يعني حضرتك كده خايف على الأماكن العامة من حرق المصحف الشريف يعني ممكن أي مجرم يدخل أي شارع جانبي في السويد ويحرق المصحف عادي جدا والحكومة السويدية ما تتكلمش بس أما حاجة مش في مكان عام الحقيقة موقف الحكومة السويدية موقف مخيب للأمال وتصريحاتها كلها عبارة عن مسكنات لإرضاء الرأي العام العالمي فقط لكن للأسف مفيش خطوط حمرة قدرت الحكومة السويدية تعملها على أرض الواقع لوقف تلك الجرائب الحقيقة هنا إن الجريمة مش بس مجرد حرق نسخة من المصحف الشريف لكن الجريمة هنا هي إيزاء مشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم وهم شايفين كتابهم المقدس بيتحرق قدام عينيهم والحكومة السويدية وقفة بتتفرج لكن للأسف الحكومة السويدية بتقول تصريحات أقل ما يقال عنها إنها مجرد مسكنات هنا بقى ضروري نفهم سيناريو إزاي المجرمين دول بياخدوا ترخيص علشان يعملوا مظاهرة يحرقوا فيها المصحف الشريف في السويد وكمان يقوموا بحرق المصحف خلال المظاهرة أو الوقفة الاحتجاجية المجرمين القائمين على المظاهرة بيقدموا طلب ويقولوا إنهم يعملوا مظاهرة في مكان ما لأي سبب من الأسباب الطلب بيتوافق عليه الشرطة أو متوفيش الشرطة في هذا النوع من المظاهرات بترفض الطلب لدواعي أمنية لكن الغريب هنا إن المحاكم في السويد بتلغي قرارات الشرطة تماما وبتوافق على إقامة الوقفة الاحتجاجية المحكمة السويدية بتقول إن هذه الأفعال تكفلها قوانين حرية التعبير الشاملة في السويد يعني حرق المصحف عبارة عن حرية التعبير ده في السويد طب إيه حرية التعبير اللي بتقول إنك تؤذي مشاعر أكتر من المياه المسلم حول العالم؟ نيجي هنا لموقف العراق وخاصة إن الملحد سلوان موميكا هو أصلا عراقي وهاجر للسويد رئيس مجلس الوزارة العراقي محمد شاعر السوداني قام بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهية العراق بالسويد كمان طلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية تجاجاً على الحرق المصحف الشريف وده طبعاً رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم في بلدها والإساءة للمقدسات الإسلامية وكمان حرق العالم العراق الأزمة كده ما بين بغداد وستوك هولم بتتصاعد بشكل كبير وده بسبب تكرار سماح الحكومة السويدية للعراق سلوان موميكا بحرق المصحف الشريف الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد أدان تكرار حوادث الاعتداء على المصحف الشريف رئيس العراقي كمان أبدأ استغرابه من موقف الحكومة السويدية من واقعة حرق المصحف وقال إن حرق المصحف الشريف امتهاك واضح وصريح وزير الخارجية سامح شكري أدان بأشد العبارات تلجأ تلك الجرائم وقال إن تلك الجرائم تستهدف المسلمين ورموزهم الدينية والقرآن الكريم شكري شدت كمان على ضرورة التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها وأكد كمان على ضرورة اعتماد الدول لتشتريعات تحذر التحريض على القراهية الدينية مئات المتظاهرين في العراق قاموا باقتحام السفارة السويدية احتجاجا على ذلك الحدث الحكومة العراقية فتح التحقيق عاجل في حدث الاقتحام السفارة السويدية في العراق وقال كمان إن العراق ملتزم بأمن البعثات الدموليماسية في البلاد ليبقى السؤال الآن هل ستتحرك الحكومة السويدية لإيقاف هذا النوع المتطرف من المظاهرات أم لا أم ستكتفي بالإدانة في المعتاد أشكر حضراتكم شكرا جزيلا كان معكم أما الجمال وإلى اللقاءة موسيقى